هم يستدعون تاريخ الصراع اللي هو تاريخ الطائفية يريدون أن يفرضوا على اليمن طائفية لونا طائفيا من أجل أن يستندوا إلى هذا اللون الطائفي في صراعاتهم وحروبهم وانتزاعهم للسلطة بحد السيف بينما الأقيال واليمنيون يستدعون هويتهم من أجل تذويب الصراعات الطائفية والمذهبية والمناطقية والطبقية وتحويل الشعب اليمني كله إلى مبدأ المواطنة والمساواة لأنه لا يمكن أن تقوم دولة وهناك طبقية في المجتمع لا يمكن أن تقوم لليمنيين دولة وهناك طائفية وهناك مذهبية وهناك صراعات وهناك دعوات مناطقية لا يمكن وبالتالي دعوة الأقيال والقوم هي الدعوة للمساواة في الأساس دعوان المواطنة وهو العودة إلى أصول المواطنة أصول المواطنة ما هي؟ أن هناك دغرافيات تشمل الناس جميعاً وتحتضن الناس جميعاً وهناك تاريخ هو لافتة لكل اليمنيين سواء كانوا في اليمن من قبل ستة ألف أو سبعة ألف سنة أو ممن حضر استوطن في اليمن قبل أمس لو فرضنا أن هناك مواطن حصل على الجنسية اليمنية أمس بالأمس حصل على الجنسية اليمنية فهذا مثله مثل اليمني الذي يتصل جده إلى سبعة ألف قبل الميلاد لماذا؟ لأن الفكرة هنا هي فكرة الهوية والمواطنة أما أن يأتي أن كل من أتى إلى اليمن يريد أن يحمل هويتها على ظهره ويفرض هويتها على اليمنيين فهذا معناه أننا سنجعل هذه الجغرافية موطناً لصراعات العالم كله